تعالوا نشوف أول سؤال معنا معنا أول سؤال الأستاذ مجدي أستاذ مجدي تفضل الحمد لله نعمة وفضل تفضل فضل ونعمة الحمد لله وانت طيب وانت طيب بصحة وبسلام أنا على طول زمانت حكيت دلوقتي حضرتك لما تحطي بي على خطها كده ومسكلم منك يا أستاذ أنا بقى راجع أميل عليها وأقول لها مثلا فيه ايه مالك وقال لها ما بيش اهتمام ولا بتدي وش ولا بتدي اي حاجة لما لأنا يعني بعز يعني ومتمسك بالعيشة يعني أنا سني دلوقتي اثنين سنة طيب يعني انت دلوقتي المشكلة اللي عندك ان هي طول الوقت حط دي على خطها اه وانا بقى شوف أزعل انا بقال لها مالك في ايه اه عايز راضيها بأي حاجة مفيش اهتمام يعني أنا ولا مرة جاوبت عليك اه فين وفين جاوبت عليك قالت لك ايه يعني انا مفيش حاجة طيب عارف معنى الكلام ده مع حطت ايديها ايه اه انا مفيش حاجة بتتغير في حياتي ايه ولو عايز تسأل اللي مزع عني اه فانت ايه هي بقى انت انت محسسني ان انا كل المفروض اه كل الحاجة تكون لك انت وهي ليه ما بتجاوبكش على مسألة هي ليه زعلانة ان هي حسة ان انت مش عايزها تزعل عشان انت تبقى مبسوط مش ان انت عايز تعرف هي زعلانة من ايه فتحللها اللي هي زعلانة علشان بالعكس والله بالعكس ان أنا بديان على زعلانة مانا عايز أقولك أهوم ما انت بتزعل في زعلانة انا أقولك حاجة في صنف من الرجالة جدا 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 موجود في البشر دولة بيكره ان مراته تعي ليه بيكره ان مراته تعي مش انه ما بحبهاش مراته بالنسبة له ركيزة من الركائز فمش عايزة تعي فمش عايزة تعي عشان انهم ما تضايقش انت اسمع حاجة ففي راجل برضه مراته بالنسبة له هي البهجة فمش عايزها تكشر عشان هو ما يتضيقش هي بتقفش ده بقى الستات بتقفش ده تعرف انت تعمل ايه لما تليها حط ايضا ديها لخدها ما تروحش حضرتك تسألها استخدم زي ما احنا قلنا كده رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحتضن السيدة عائشة حل الحط يقيد على خد دي القرب بس القرب بمعنى ما تخفيش من حاجة القرب من معنى فتفضي الاحتضان بمعنى فتفضي او الاحتضان بمعنى انا قريب منك ما تخفيش لان هي حط ايضا على خدها لان الافكار اللي في دماغها بقت تقلت على ايضا فحطت ايضا عشان تسند الحاجات اللي تقلت على دماغها دي واضح؟ ده اساس في مسألة في مسألة فهم الحركة دي فالحركة دي في الغالب بتبقى كده الافكار تقلت عليها الهم تقل عليها فحطت دي دا على خدها لان هي خلاص يقسط من ان هي تجد ما اخرج من اللي هي فيه دا الحل هو ايه بقى؟ ان هي تحس ان حد شل دماغها دي فتحط دماغها على كتفك بمساطة دي ابسط طريقة لو بتسألني يعني باعتبار ان انا بساعدك من خلال سنة رسول الله سلم مع الخبرة اللي احنا عندنا في مركز الارشاد الزواكي اشتركوا في القناة